الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبناء وبناتي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض المهام الأدائية الرسمية من الوزارة في مادة التربية الدينية الإسلامية إن شاء الله هي التي يجي في الابتحان لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا لي تشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وما تنساش رابط المهام الأسئلة والإجابة في صندوق الوصف أسفل الفيديو عندنا شباب المهمة الأولى بيقول لك اختر سلاسة من وصايا لقمان الحكيم لابنه وأعطي أمثلة عن كنفية تطبيقها في حياتك اليومي عندنا شباب الوصية الأولى طبعا عدم الشرك بالله تعالى طيب يا شباب هنا طبعا تطبها أن أعبد الله تعالى وحده طيب الوصية الثانية حسن معاملة الوالدين طبعا نطبها ازاي أن أطيع أبي وأمي عندنا شباب الوصية الثالثة أن يقيم الصلاة طبعا نطبها زاي شباب أن نحافظ على الصلاة في وقتها دي يا شباب كانت أول مهمة هنشوف المهمة الثانية هنا بيقول لقارن بين أحكام صلاة الجمعة وصلاة العيدين مبينا أوجه التشابه والاختلاف بينهما عندنا يا شباب زي ما احنا شايفين في الجرول بتاعنا هو الجه المقارنة عندنا صلاة الجمعة وصلاة العيدين عندنا يا شباب عدد الركعات في صلاة الجمعة وركعتين في صلاة العيدين برضو وركعتين وقت الصلاة هنا شباب صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر صلاة العيدين بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة عندنا الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة والخطبة في صلاة العيدين بعد الصلاة فرض أم سنة عندنا طبعا صلاة الجمعة فرض أم صلاة العيدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لك مكان الصلاة صلاة الجمعة يا شباب في المسجد صلاة العيدين في المسجد أو في الساحات طيب هنا بيقول لك الصلاة هنا جهرية أم سرية طبعا هنا صلاة الجمعة طبعا الصلاة جهرية وصلاة العيدين برضو الصلاة جهرية دي يا شباب كانت المهمة التانية هندخل يا شباب عن المهمة التالتة بيقول لك أذكر تقسيمات العبادة وأهميتها في حياة زي ما احنا شايفين الجلول بتاعنا عندنا حين النوع وعندنا طبعا الأهمية بتاعتها عندنا أول حاجة العلاقة بين الإنسان وربه علاقتنا بأنفسنا علاقتنا بالناس علاقتنا بالكون عندنا يا شباب العلاقة بين الإنسان وربه طبعا أهميتها بتجعلنا نتقرب من الله تعالى فيرضى عنا وندخل الجنة طيب علاقتنا بأنفسنا طبعا أهميتها بتجعلنا نحافظ على أنفسنا من الأزى ولا نعرضها للهلاك ثالث حاجة شباب علاقتنا بالناس أهميتها بتضمن للناس أن يعيشوا في سلام وأمان عندنا يا شباب علاقتنا بالكون أهميتها طبعا بتنظم علاقتنا بكل ما يحيط بنا من مخلوقات فنحافظ على الأرض وهنا يا شباب تكون انتهينا بالمهمة الثالثة عندنا المهمة الرابعة بيقولك في المهمة الرابعة أذكر سلاسة أشياء تدل على مكانة الصلاة وأهميتها طيب يا شباب زي ما احنا شايفين الجدول بتاعنا عندنا واحد واثنين وثلاثة أول حاجة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولا تسقط عن المريض أو المسافر تاني حاجة الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى تالت حاجة هي طبعا وسيلة لتخفيف الحزن والتعب طبعا في صفات تانية بس احنا اخترنا ثلاث صفات فقط طيب المهمة الأدائية يا شباب رقم خمسة بيقولك هنا في المهمة بتاعتنا أضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ بيقولك واحد التقت أم معبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في مسجد قباء طبعا يا شباب الإجابة خطأ في خيمة بالطريق بين مكة والمدينة أثناء من رسول عليه الصلاة والسلام كان مهاجر من مكة إلى المدينة اتنين كانت أم معبد مسلمة عندما آتها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في الخيمة طبعا الإجابة خطأ لم تكن مسلمة بل كانت ايه مشركة طيب يا شباب عندنا السؤال التالت بيقولك رغم أن الشاه لم يكن بها لبن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بها ودعا لها وسمى الله تعالى وحلبها طبعا يا شباب الإجابة صحيح وهنا يا شباب نكون انتهينا من حل المهام الأدائية أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإن شاء الله تضمنوا الدرجات بتاعتها وأنتظركم في باقي المهمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة